كالطرق عايزة اكلمك في مدارس التدريب يعني عندنا في مصر جات مدارس كتيرة ما بين انجليزية وما بين المانية وما بين فرنسية وما بين برتغالية وما بين برازيلية والمدارس اللي موجودة برة بتكلم على جوارديولا بتكلم على كلوب بتكلم على مريني وبتكلم على لويش انريكي المدارس الاسبانية جريد وجهنا وغيره يعني اي مدرسة طرق العشرة اثر بيها ولسه معلمها معا الحد الوقت الالمانية المانية اه انا اتأثرت كتير جدا جدا من ايام ما كنت بالعب بمستر بوكير بوكير كان عظيم جدا جد جدا في عامله منظم جدا عارف هدفه اه شاطر صارم بيحب النجاح الشخصية ديت اكتسبتها بشكل كويس جدا ولا لاعب وحبيت انها لما ابقى مدرب هو اللي حبابك في التدريب اه اه وحتى هو قال للكاراكتر بتاعك اه هو قال لك كده اه يعني اول واحدة نبالك نكتب اه اه لان انا كنت كابتن الفرقة اه قال للكاراكتر بتاعك وكنت باسأله تعارف احنا ما بخلاص بنوصل للكاراكتر الفرقة بنسأل المدربين في كل التفاصيل عشان نحضر نفسنا اه طب فكنت ملازمه اه واسأله على كل التفاصيل فقال لي الكاراكتر بتاعك هتبقى مدرب كويس اه وشخصيته كان عاجباني جدا وفرج معنا كتير جدا اه كتبت اقويس الماني من الدوريات اللي انت تتعلم منها بشكل كويس جدا نظيمة. التاكتك. مدارس مختلفة. اه مدارس مختلفة. بس عايز اقول لك حاجة في كل الالمانية. اللي لفت نظري قبل ما اتكامل. تفضل طبعا. اللي لفت نظري في في الدوريات كلها. اي. من الاسباني للانجليزي للالماني للفرنسي. اي. يمكن دول. ايه الطلياني. اه. اه. اختلاف الفلسفات بتاعة المدربين في الدوري. اه. يعني بتلاقي اه اه مدرب بيلعب با 4-3-3. مدرب بيلعب با 4-4-2. ومدرب بيلعب ب 3-4-3. مه. ومدرب بيلعب با 3-5-2. مه. يعني كل الطرق والاسليب بتلاقيها في الدوريات. مه. ما بقاش يعني التمسك بفلسفة معينة. بترجع للمدرب اللي ماسك. مه. والاستراتيجية اللي هو بينتهجها. وفلسفته اللي هو هيطبق.